شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة كل نواة الذرة إذا اكتسبت الذرة إلكترون تصبح سالبة سالبة التكهرب أما إذا فقدت إلكترون تصبح مجبت التكهرب طبعا الذرة التي تكتسب شحنة إذا اكتسبت إلكترون تتقير إلى آيون فالتالي هذا الآيون هو عبارة عن ذرة أو مجموعة من ذرات مشحونة كهربائيا مثل ما تكلمنا عن اكتساب إلكترونات في البداية إلى هنا انتهى الدرس إن شاء الله رح ندخل لدرس جديد عن المركبات في الدرس اللاحق كان معكم الباحث خالد بن السعود الحليبي أتمنى أنكم فهمتم طريقة اكتساب الكهرباء في الذرة عن طريق الإلكترونات ونشوفكم في درس اللاحق